طب تعالوا نقول بقى شوية إجراءات عشان نساعد الناس إن هم ما يعملوا الكلام ده تعالوا أول إجراء باقترحوا على حضراتكم إن يتفق كل واحد ما يشيرك حياته على المهارات والجدارات اللي بتأهل كل واحد فيهم للقيام بقى دوره نتفق كده تاني حاجة يساعد شيرك حياته لما يطلب منه مساعدة مش إنه ده دورك وخلاص وشيره لأ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى ما فيش حاجة اسمها إنه ده دورك وشيره طيب فرد تعب ولا حبيبه بقى ولزاك رسول الله عليه وسلم علمنا فكان يخصفه نعله صلى الله عليه وسلم وكمان يرفقه ثوبه صلى الله عليه وسلم ويحمل كل الحاجات اللي هو يستطيع أنه يعملها بأبيه وأم ولو حد أي حد ادعى إنه عنده مشاغل وما يقدرش يعمل الكلام ده لحضرة النبي ده شايل مش أقول شايل هموم الأمة قلبه واسع للأمة ودوره واسع لكل الأمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أبي أنت وأم يا رسول الله ده رسول الله فكونوا يعمل كده فهو بيعلمنا احنا كمان ولزاك اللي يحصل لازم كل واحد فينا يساعد شريك الحياة ويساعده على التطوير دايما تالت حاجة نستشير خبير في أقلاقات الزوجية لما يحصل بيننا خلاف على توزيع الأوضار ومحنا مش عارفين نتصرف إزاي رابح حاجة وشكل مهم جدا 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 لازم كل واحد فينا يمتنل كل واحد بيقوم بدوره اوعوا عارفين الامتنان ده كسير الامتنان ده شهد ممكن يخلي الواحد يقوم بدور طول الوقت اوعوا تستصغروا الامتنان اوعوا تستصغروا اللي انت تقولها تسلم إيدك على الأكل اوع انت تستصغري ان احنا من أغيرك ولا حاجة الكلام والامتنان ده لأثر السحر والناس بتدور على الاحتواء البديل لما ما تلاقيش الامتنان في البيت الامتنان عبادة عبادة خالصة تتطق للعبد في عبقرية وقولوا للناس حسنة وفي عبقرية ماذا وتعاونوا على البر والتقوى يلا تعاونوا على البر والتقوى وكل واحد فينا ينوا ان هو يمتنل شرك حياته عشان ربنا سبحانه تعالى يجعل الحياة منيرة وكميلة عارف ان الحياة ان الحلقة النهاردة وعارف ان كلامنا عن المهارة النهاردة كان ما شاء الله مليان انا اقول لكم حاجة احنا محتاجين نذاكر الحلقة دي شوي ومحتاجين وانا انتظر اسئلتكم عن الحلقة دي ازاي ننفزها وازاي نعملها لان الحلقة دي يا مناس وقت في فخ التنازع على الادوار ويا مناس وقت كمان في فخ التنازع على الادوار ممكن نعمل الادوار دي بالشكل ده وربنا يوفقنا واجعلنا دايما في مدده وفي رشد وفي بركة وفي نور وفي بصير اشتركوا في القناة